موسيقى القادمة تكون سنة سعيدة عليهم وعلى المصريين أجمعين ونتمنى لهم كل التوفيق وكل السعادة وطبعاً احنا بنؤذرهم إن القداس هيكون في ظروف صعبة شوية بتمر بيها مصر والعالم أجمع فطبعاً في احترازات أمنية معينة لإقامة القداس وطبعاً عدم وجود تجمعات فإحنا طبعاً كلنا بقلبنا معاهم بنهنيهم بعيدهم وبعيد المصريين أجمعين وبنقول لهم إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة سعيدة على مصر وعليكم وعلى كل الأخباط على كل أطراف العالم طبعاً في بداية أخبارنا ما نقدرش ننكر الدور اللي بتقوم بيه وزارة الداخلية وبخاصة فيه مناحي مختلفة في ظل وجود ميكروب الكورونا ومقاومة كل ما يدور في الشرع المصري طبعاً جنب الكورونا وجنب اللي بيحصل وجنب الإجراءات الاحترازية اللي الدولة بتعملها وزارة الداخلية بتقوم بيها جنب ده كمان بيحصل مقاومة الإرهاب فطبعاً مصر فقدت ابن من عز أبنائها هو المقدم محمد الحوفي شهيد مصر وشهيد المصريين أجمعين توفى فيه عملية لمقاومة الإرهاب في الأميرية طبعاً بننعي أهله وبننعيه بدماغنا مش بقلوبنا هو فضى مصر وفدانا كلنا بحياته وبعمره هو طبعاً شهيد عند ربنا عز وجل بننعي أهله وبننعي نفسنا قابله لأنه هو أخ وابن من أبناء المصريين حافظ على مصر وعلى المصريين طبعاً يعني كلمة العزاء ما تكفيش لكن اللي اللي بيهدي قلوب أهله أنه هو ذهب إلى الله شهيد وفدى الملايين والملايين من المصريين طبعاً بنتقدم لأهله بخالص العزاء وبننعي أنفسنا قبل ما ننعي مصر وننعي المصريين كمان حيكون النهاردة معانا في اللقاءنا الأول في الفقرة الأولى في برنامجنا خبرين مهمين جداً وهم الخبر الأول أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كان في اجتماع موسع مع رئيس الوزراء ومع وزير الخارجية ووزيرة الهجرة ووزيرة طيران عشان يشوف موقف المصريين اللي مازالوا عالقين في الخارج ممكن أن مصر ترجحهم إزاي وإيه الإجراءات اللي تتعمل عشان حتى لما ييجوا إيه الإجراءات الاحترازية اللي تتعمل لما ييجوا يدخلوا البلد من شكل المعاملة الصحية والحجر الصحي والإجراءات الاحترازية اللي مطلوب تتعمل إحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بكل الأمور اللي بتخص المصريين في الداخل والخارج أول مرة بنشوف رئيس لدولة في ظروف الكورونا وبظروف نحن الاقتصادية الصعبة اللي بمر بيها وبيدور على أولاده وأولاد مصر موجودين فين عايز يرجحهم وعايز يحافظ عليهم وعايز يحافظ على المصريين في أي مكان يكونوا موجودين به طبعا بنشيد بموقف سيادة الرئيس وبموقف في الحكومة في الحفاظ على المصريين في الداخل وفي الخارج والحفاظ على أبنائنا إنهم يرجعوا لمصر سالمين الخبر التاني كمان وده برضو نتقدم فيه بالشكر لوزارة الداخلية والسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المقدمة وهو الاهتمام بإزالة أي شكل من أشكال المخالفات العقارية في الكثير من النفوس الضعيفة بتستغل الظروف السيئة اللي بتمر بيها الشارع المصري من حالة صحية ومن حالة اقصادية ومن حالة تجارية وبيحاولوا إنهم ينفزوا من خلال ذلك ويعملوا مجموعة من المخالفات على أراضي الدولة فطبعا الدولة بتقول إن هي بتقف بحزم أمام أي متعدي على أرض أو أي مخالف في بناء حصل رصد أكتر من الفين اتنين وتمانين الفين مية اتنين وتمانين حالة لمخالفات على البناء وتم إزالتها بالفعل الرئيس بيتابع الملف ده بنفسه من خلال رئيس الوزراء ومن خلال المحليات بيشوف إيه موقف الناس الناس يا جماعة لازم نقف مع مصر في الموقف اللي احنا فيه مع الكورونا لازم نحافظ على بلدنا ونقف ضد التعديات اللي على أراضي الدولة وضد المخالفات مش هينفع نبقى احنا بنحاول إن احنا نزبط البلد وفي نفس الوقت في ناس إيسا عايزة تمشي برضو في مخالفات بناء وتعمل تعديات على أراضي الدولة وتستمر في ده في رؤية خاطئة إن الدولة مش موجودة أو مفيش قوة كافية في الحقيقة مصر بكامل صحتها ولادها المصريين واخدين بالهم منها القيادة السياسية ورئيس عبد الفتاح السيسي واقف بكل حزم على التعامل مع الناس اللي بيعملوا عمليات مخالفات حنبتدي حلقاتنا النهاردة مع سيادة اللواء إسماعيل عز الدين الخبير الأمني ومساعد زورة الداخلية الأسبق حنتكلم معاه عن دور وزارة الداخلية مع الكورونا مساء الخير أسماعيل بي مساء خير وزارة حضرتك الحمد لله بساعدة مش حالية الله يخليك طبعا حرك بنورنا في برنامجنا رب يخليك رب يخليك طبعا وزارة الداخلية دي هي يعني صمام الأمام اللي بيحافظ على الشارع المصري واللي بتحافظ على المصريين احنا بنيبعدين في بيوتنا وانتو بتحرصون بنبقى سايبين أماكننا والداخلية بتحافظ عليها بنبقى أولادنا في الشوارع بتحافظ عليها وطبعا شفنا أشكال كتير من اللي كان حاصل في الانفلات الأمني ويمكن حرك كنت مقيادات في الداخلية في فترة 2011 وامدان التحرير ومرت بكل أشكال الانفلات الأمني اللي كان بيحصل في مصر على مر السنين عايزين نبتقى حدتك حريك شايف الدور اللي النهاردة بتقوم بيه وزارة الداخلية وهي النهاردة مظلومة يعني يعني النهاردة عليها عب مش طبيعي عب أقام نعام عب أقام نداخلي عب أقام ندولة عب ان هم كمان بيعملوا وبيقوموا إرهاب في ظل الظروف دي وكمان جنب ده في حزر وبيتابعوا الأكملة الأمنية وبيمنعوا تحرك جوه المدر حريك شايف دور وزارة الداخلية النهاردة منحصر في إيه في ظل الظروف الصعبة اللي مصر بتمر بيه أولا خالص تانيقا لإخواتنا المسيحيين ومناسبة عياتهم وإيد المياد المجيد خالص تعازي اللي نقدم محمد الحوفي ابن من أبناء وزارة الداخلية اللي رحمة الله عليه اللي قدم حياته فداء لهذا الوطن ومش هيكون أول شهيد والآخر شهيد فيه الوزارة الوزارة قادرة على العطاء بقوة رجالتها بقوة أفرادها وبقوة الدولة اللي بتساندها بقوة شعبها ورادة شعبها لو حضرتك نتكلم على فيروس كورونا في الفترة الأخيرة طبعا فوج العالم بهذا الوباء غير موزين العالم تقريبا فجأة آه ألاف من البشر بين حالات إصابة وحالات موت شوهنا العالم كله بيقف عاجز أمام وجهة هذا الفيروس و لكن الدولة المصرية بقوة وإرادة ووعي شعبها ووعي قيادتها السياسية ووعي شعبها اللي راهن عليه القيادة السياسية قادر بإذن الله على الصمود واجتياز هذه الأزمة والمرور بتلك المرحلة من المواجهة والكلام ده طبعا بيتكاتف مع الحكومة في تنفيذ إجراءات الوقاية المعمول بها حاليا ظهرت الأزمة الأخيرة دي المخزون الحضاري لمصر المتمثل فيه قيادتها وشعبها وحكومتها واجهزاتها التنفيذية وهي قادر تماما على مواجهة هذه الأزمة والفترة الأخيرة اللي قامت بيه الدولة وقامت بيه الوزارة وكل أجهزة الدولة مؤسستها يخلي كل مصر يفتخر بوطنيته وبدولته بالنسبة لدول العالم كلها هو بداية من ظهور هذا الوباء أصدرت القيادة السياسية توجاتها بوضع خطة مواجهة لهذه الأزمة تضافرت كل أجهزة الدولة ومؤسستها في تنفيذ هذه الخطة وطبعا معلومة وزارة الداخلية دورها اللي عارفه المواطن المصري استهد الوزير وضع خطة لهذه المواجهة وإدارة هذه الأزمة أجهزة الوزارة بالكامل أصبحت في حالة تأهب قصوى وقامت بوضع استراتيجية كانت من أهم البنود هذه الاستراتيجية بعض النقاط أقول لحضرتك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر تمكنت وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة من ملاحقة هو ضبط العديد من مروج الشائعات والأكاذيب والبيانات المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء المتعلقة بأعداد المصابين أو المتوفين أو التشكيك في الإمكانيات اللي وضعتها الدولة في مواجهة هذا الفيروس قامت باتخاذ كافة الإجراءات القنوية حيال تلك الوقاعة وزارة الداخلية قامت بتأمين المستشفى العزل اللي موجود فيها الحالة المصابة تأمين المتواجدين بها لتهيئة الجو المناسب لآلاج المرضى قامت وزارة الداخلية بتأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل المصابين من أماكن الإصابة إلى المستشفيات المختصة بأسرع وقت ودون أي معوقات وفورا صدور قرار تعليق الدراسة قامت أجهزة الوزارة بمتابعة تنفيذ هذا القرار تم تخاذ كافة الإجراءات القنوية حيال المراكز التعليمية المخالفة وتم تخاذ كافة الإجراءات حيالها قامت بمتابعة وتنفيذ قرارات الصادرة بفتح وغلق المطاعم والكفيهات والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية قامت أيضا بعمل حملات تمونية مكسفة على جميع الأسواق لمواجهة جشع التجار ممن يستغلون هذه الأزمة في حجب أو تجميع السلع التامونية والمنظفات والمطاهرات وطرح الغير مطابق للمواصفات في الأسواق للحصول على مكاسب غير مشروع الحملات مستمرة على مدار الأربعة وعشرين ساعة في جميع محافظات مصر طيب إحنا قدام ده ده اللي بتعمل وزارة الداخلية وكلها لمسينه وشايفينه يعني يعني أن يستشهد شهيد النهاردة من تمانية واربعين ساعة عشان بيقام عملية إرهابية ده دليل أن كل أجهزة الوزار شغالة بكامل قوتها على تمام الاستعداد طيب إحنا بقى عايزين من حركة بحكم من حركة راجل أمني تقول لنا المواطن المفروض يساعد الداخلية بتاعته إزاي إنها تشتغل إزاي هو يبقى موقفه معاها يساعدها إنها تعمل اللي هي عايزها تعمله راجل الشرطة أصلا موقف في الشارع على مدارة الأربعة وعشرين ساعة لحماية هذا المواطن تمام مش لمجرد إن هو هو يف كمين علشان يقول له هات رخصك أو يوقفه أو 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 لا لا أكيد لا بشوف إرهابي بشوف العربية فيها مفرقعات بالضبط كده النهاردة لو عربية تتسرقت حتمنى إن أول كمين تقف فيه ويشوف رخصك عشان العربية تكشف بالضبط ولكن ممكن أكون أنا متضرر إن ظابط أو فرض شرطة يوقفني عشان يشوف شخصيتي وسبب تواجدي في أوقات الحظر هل معي تصريحة ومش معي تصريحة ولكن ده أولا وأخيرا لسلامة المواطن وأعتقد إن الشعب المصري يملك هذا الوعي النهاردة الشعب المصري متقبل تماما وفيه تنفيذ القرارات اللي صدرت بهذا الحظر يعني بنسبة غير مسبوقة تم تنفيذها ده بوعي الشعب المصري والحالات اللي يبدو بمتواجدة في الشارع في أوقات الحظر حالات يعني حالة إنسانية لها أسباب الترارية ولكن بيتم مواجهة المخارف وبيتم مراعاة الحالات الإنسانية اللي بتتواجد في أوقات الحظر وطبعا وشوفنا أمثلة كتيرة قوي قوي حالات مرضية حالات إنسانية مختلفة بتمر في التوئيد على الأكمنة ورجل الشرطة بالعكس بيوقف معهم وبيوصلهم وبيتواجد معهم لحد انتهاء المشكلة اللي بتعرضهم يعني نقدر من كلام حضرتك نستخلص إن المفروض إن المواطن يراعي إن الرجل الأمن اللي وقف في الشارع ده يشتغل أكتر من 24 ساعة طبعا ما يتضررش إنه هو ممكن يقول له وريني رخصك أو وريني بتقطك أو إنت ليه ماشي في التوقيت ده أو لو سمحت فتح لي شانط العربية عشان هو بيأمنك هو مش بيدايق يعني الهدف مش إنه يدايق المواطن بالعكس هو الهدف إنه يحافظ عليه بالضبط كده ويحافظ على أمانه بالضبط كده لأنه أنت بتقدرش تعرف هو اللي ماشي ده متسلل لو هو سابه عدة أنت بتعرفشه أنت كويس إنه هل هو اللي قدامه ده كويس ولا مش عايزي كلام طبعا فعايزين من خلال خبرة حضراتك الأمنية لما تنصح المصريين بالتعامل بإيجابية مع وزارة الداخلية ويمكن إحنا لمسين يعني إحنا عشان إعلامين وبنعمل في أوقات مختلفة بنمشي في الشارع في أوقات الحضر وبنشوف مدى السلاسة والتعامل اللي من رجال الأمن ومن رجال وزارة الداخلية يعني بيتعاملوا بطريقة كويسة جدا وبشوف حتى إنه هم بيتعاملوا مع المواطن بشكل مختلف رغم إنه هم عليهم ضغط طبعا يعني ضغط غير عادي أنت عندك أعياد مسيحيين وعندك كورونا في البلد تأمين البلد بالكامل ودور الشرط الأساسي بتقوم به على أكمل وجه بس عليها بقى أدوار أزم يعني هي شايلة بلد فوق بلد إضافة إلى الظروف مواجهة الأزمة بالزبعا بيتحكم عليها طبعا تجديد الإجراءات التواجد المستمر في الحملات المستمرة في الشارع على مدار 24 ساعة توعية المواطنين تقديم الخدمات الصحية أيضا أنت بتلاقي حضرتك الزباط والأطقم طبية كاملة متواجدة في الشارع لتقديم المساعدات والطبية للمواطن سواء كممات أو جوانتيات واختبالك فهي بتتواجد على مدار 24 ساعة وخاصة أوقات الحظرة أوقات الحظرة دي فيه سكون تام في الشارع ممكن آه يعني هتلاقي اللي ممكن الجريمة تكتر في التوئيد ده ولكن بالتواجد الشرطي والحملات المستمرة والعربيات المتواجدة في جميع الشوارع الجمهورية على مدار الساعة بتمنع الجريمة وعدل الجريمة كده النهارده قل كتير قوي عن قبل الحظر عن قبل الحظر وده طبعا بسبب التواجد الشرطي المستمرة على مدار 24 ساعة طيب احنا عايزين نقول بقى كلمة أخيرة للمواطنين كده برضو يعني نصيحة تقدمها للمواطنين والزملائك وتلامزيتك اللي في الدخلية آه ان ازاي المواطن يعني يعني يحافظ على شرطته وما يسمعش لأي شائعات بتتقايل النوزر الدخلية عملت ده حصل كذا ده مش عارف زابط عمل ايه يعني نخرج من اللغة ده ونعرف ان دول ولادنا واخوتنا وهم دول اللي بيحافظوا على الوطن هي طبعا مصر كانت وما زالت وستزالت عاني من مؤمرات وده سائس وعمليات إرهابية في الداخل والخارج ولكن مصر قادرة بقوة أجهزتها وبقون الله طبعا أولا وبحكمة وإيمان وصدق قيادتها السياسية وهي قوتها المسلحة الدرع الواقع والشرطتها المدنية وأجهزتها التنفيذية قادرة على التصدي الكافة الأزمات والعبور من هذه الأزمة عشان نرجع سريعا للنهضتنا الاقتصادية والنمو المتوقع عليها بإذن الله الشرطة قادرة مؤسسات الدولة قادرة على رضع من تسول له نفسه الخروج على القانون في أي وقت سواء بسبب الأزمة أو في أي وقت أيا كان سواء عمل إرهابي أو أي مخالفة للقانون تمام تمام احنا طبعا بنتقدم الحراك بخلص الشكر وسعداء بوجودك معنا وبناخلية فرد ونتمنى لمصر دوام الأمن والحفاظ على بلدنا ضد المقردين في الداخل وفي الخارج للأسف مصر يعني بتمر يعني عندها عدوات كتير شوية حضائفها كتير وأعدائها كتير طبعا طبعا مصر يا ما شافت ويا ما حتشوف ولكن بقوة الدولة وعي شعبها بالزبط وعي شعبها لفنازمات وحب شعبها لبعض وأن انت بتلاقي المصرين في الأزمات بيتحولوا تماما لشخصيات مختلفة يد بيد بالزرعة مع جيشه بيساعدوا بعض بالزرعة مع شرطته مع جيشه في مواجهة أي أزمة تتكلام ده على مدار التاريخ أه طبعا أثبت الشعب المصر فعلا على مدار التاريخ إنه قادر يكتاز أي أزمة بالزبط كتير احنا طبعا بنتقدم لحراك بخلص الشكر وصعداء وبتحرك معنا ونتمنى طبعا تكون ضيف عزيزة علينا مرة أخرى شكرا حنتلع فاصل بسيط خليكم معنا وحنرجع لكم تاني رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين مع فقرتنا التانية مع أستاذ حسام نور الخبير العقاري حنتكلم معاه في كذا موضوع يخصه سوء العقارات في مصر مع الكورونا وهو عنده مبادرة بيقدمها لمصر لشكل من أشكال تضخيم موارد الدولة من خلال تقنين وتفعيل تقنين أراضي الدولة في مصر هنبتدي فقرتنا الأولى بالسوق العقاري وحلوله مع الكورونا سيد خير صحسي سيد نور أستاذ أبراهيم أزاي أبورك إيه إزاي حضرتك تمام الحمد لله إحنا عايزين في البداية نتكلم عن حلول بطرحة لسوق العقارات في مصر في ظل وجود الكورونا الكورونا طبعا فيروس بيهاجم العالم كله ومن ضمنه مصر هي عالمية بالضبط والعقار في مصر أحد دعمات الاقتصاد القومي طبعا بتمثل أكتر من 60% من الناتج المحلي إيه اللي ممكن يتقال كمقترح لحلول للشركات العقارية والسوق العقاري تعمل فيه دفعة في ظل وجود الكورونا طيب أول حاجة طبعا في أي أزمة في الدنيا بنمر بقيها لازم يبقى فيه حاجة اسمها إدارة الأزمة أي شركة زي ما الدول بتعمل إدارة أزمات أنت على المستوى الصغير لازم تعمل إدارة أزمة في الشركة عندك إحنا الأزمة إيه اللي موجودة في السوق العقاري العقار لا يمرد ولا يموت والعقارات موجودة بس طبعا في ظل الكورونا الجمهور مش قادر يجي يشتري تمام ده طلب بيتحوش معي يا أستاذ إبراهيم تمام يعني الطلب طلب مخزون العقارات سلع أساسية زيها زي الأكل والشرب تمام فده طلب بيتحوش أنا النهاردة كصاحب شركة أعمل إيه في الفترة دي أول حاجة طبعا ما ينفعش أن أنا أفكر أن أنا أقعد الموظفين أو أمشيهم الموظفين اللي سندنت كتير وأنا بلوم على رجال أعمال كتير أنهم أفكروا في ده أنا النهاردة بالعكس أنا أعمل إدارة أزمات أضم الصف بتاعي أعمل ما هو التسويق النهاردة في أي أزمة في الدنيا دي قاعدة اقتصادية بتقول إيه أن التسروات تصنع في الأزمات أنا لو درت الأزمة كوي سواء كانت أزمة عالمية أو أزمة كورونا أو الكلام من ده هقدر في خلال الأزمة دي بالعكس أحقع معدل نمو واستغل إن السوق المنافسة فيه لا يلا والمفترض كمان إن الموارد البشرية اللي جواه المؤسسة العقلية موجودة عندي وحافظ عليها يعني دي أصول زي لعيبت الكرة كده منها دي تشتريها دي أصول عندك يعني دي مش مفوض إنهم يفرطوا في الموظفين دول بالزبط كده ده اللي أنا بقوله إن أنت النهاردة لو عشان أزمة ثلاث ست شهور فرطت في الموظفين دي أنت هتقعد سنة أو سنتين عشان تعمل موارد بشرية تانية جديدة عندك في الشركة بقى أنت بتوقف شركتك سنتين ثلاث بل بالعكس لا أنا دير الأزمة إزاي تمام أنا دير الأزمة بإن أنا أبقى أعمل دلوقتي مجموعة علي من الماركتينج أستغل حاجتين أستغل إن السوق مفوش منافسة كتيرة تمام تمام فيك أقبل أغلب الشركات منكمشة واستغل إن أنا الناس كلها دلوقتي بسبب الحظر قاعدة على السوشيال ميديا تمام بالعكس أنا شايف إن أنا لو بطرجت كل يوم كنت بطرجت إن أنا أوصل يبقى أن لي عندي يبقى ميت ليد أو ميتين ليد من العملاء ده أنا ترجت إن يبقى عندي خمسة مية تمام وهيبقى بتكلفة أقل لأ إن أنا موجود لوحدي هيحصل إيه بعد نهاية الأزمة عندك يا شركة إن أنا هيبقى عندي خلال الثلاث شهور دول مغزون من الداتا تمام والطلب الجاهز هبدأ أشتغل بفور مرور الأزمة ولا أبدأ أفكر أشتغل بعد مرور الأزمة لا تمام فده اللي أنا بنصح به أي شركة تمام طيب آآ رأي حضرتك للسوق العقاري في مصر تمام آآ شايفه شايفه يعني إزاي بعد الأزمة شايفه إزاي بعد ما أزمة الكورونا دي تحصل يعني خلاص ماشي مفهود للشركات تستعد تحفظ على رجالتها وموظفينها ده أول حاجة والنقطة التانية إنهم يبتدوا يعملوا إدارة للأزمات ويتعاملوا جوه الأزمة تمام ويروجوا أكتر لمنتجاتهم تمام بشكل يبقى كي إنهم يعمل مخزون من العملاء لفترة ما بعد الأزمة تمام يحصل انطلاق طيب طيب بعد الأزمة يعمل إيه بقى عشان أرد على السؤال ده لازم نبدأ من قبل الأزمة لأن الأزمة دي حاجة عرضة تمام الصورة عقاري في مصر قبل الأزمة كان إيه إحنا بصراحة وبشكل إن القيادة السياسية عاملة مشروعين خوامين كبار جدا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع العالمين تمام وحصل فيهم كمية إنجاز في وقت زمني نشكر عليه القيادة السياسية بدون كلمة والدول العالم كلها بيإشادة من جميع دول العالم بتتكلم في الموضوع دي طبع المشروعين دول فور انتهاءهم يعني فور انتهاء افتتاح العاصمة الإدارية جديدة وافتتاح مشروع العالمين مصر الشكلة هتتغير ونبقى قريبين شبه الإمارات فهنبقى احنا من الدول المصدرة للعقارات النهاردة لو بصت للإمارات اللي استثمار العقارات في الإمارات مصدر من مصدر الدخل القومي احنا كمان في مصر بعد المشروعين العملاقين دول هيحصل نفس القصة وهنبقى من الدول المصدرة للعقارات وهتلاقي عندك مستثمرين بيجولك من كل دول العالم زي الإمارات هتلاقي هنود وهتلاقي أجانب وهتلاقي عرب وهتلاقي الكلام من ده ده شكل الموضوع انت النهاردة بقى كصاحب شركة موجود في السوق المصري لازم تستعد للمنافس القرجال اللي جاي لك من برة تمام؟ ويبقى عندك تبدأ يبقى عندك محفظة عقارية حلوة تقدر تنافس بيها ونبدأ نشتغل باسلوب جديد ان احنا بنشتغل بشكل منظم تشتغل على بتاعك كل شركة تشتغل أعلامك بتاعها المحفظة العقارية بقى فيها تنوع ياريت الشكل العقاري او الوجهات التصميمات الجديدة تواكب اللي بيحصل في العاصمة الادراك جديدة يعني انا لو شغل في الشروق او العبور او كلام من ده انا خلاص بقيت في مدخل العاصمة اعمل حاجة تواكب ده وجهات ومناظير ما استخسرش شوية في الوجهة لا انا اصرف عليها كويس جدا لان الاسعار هتزيد فانا يبقى استحق ان انا بيها بالسعر العالم اه المفروض المطور العقاري يواكب شكل التطور اللي بيحصل حاليا اللي بيحصل بعد الازمة حكتين الحاجة الاولى ان انا لو درت الازمة وبقى عندي داية قاعد الطلب هشتغل بعد الازمة هيبقى عندي مثلا 3000 عميل عايزين شغع موجودين عندي في محفظتي اول ما تقلص الازمة هشتغاله الحاجة التانية المحفظة العقارية بتاعتي نفسها تكون ممتلئة تمام طيب حالك كنت مقدم مبادرة لتضخيم موارد الدولة في ظل ازمة الكورونا تمام هي الدولة النهار دا مقدمة الكثير من التسهيلات للمصريين تمام اجلت اقصاد البنوك قللت اقصاد القروض البنكية مقدمة محفظة من التسهيلات من خلال البنك المركزي حتى المتعسرين تمام حالك كنت بتختارح في ظل الازمة دي شكل مبادرة تمام لتفعيل تقنين اراضي الدولة تمام والمشروع اللي كان سيادة الرئيس تمام بالمشروعات على اراضي مختلفة مناطق مختلفة من محافظات مصر تمام المبادرة دي عبارة عن ايه طيب قبل ما اتكلم المبادرة عبارة عن ايه انا عايزة اوري حضرتك ورقة تمام ياريت اللي وفك بس يجيب لنا الورقة دي على الشاشة تمام احنا عندنا قرارات اصدرها السيد الرئيس في سنة 2016 و2017 تمام قرار رقم 249 لسنة 2016 وعندي القرار رقم 636 لسنة 2017 قرار رئيس الجمهورية وتابعوا عدة قرارات لمجموعة من الاجهزة تمام القرارات دي تمام الناتج بتاحها لو حضرتك موضح معنا على الشاشة معنا على الشاشة الناتج بتاحها اننا النهاردة لو هبدأ اقنن الاراضي المفروض الاراضي دي تقنن اساسا من سنة ونص تمام القرار صدر 2016 وحدد في القرار ان خلال 18 شهر تمام يتم تنفيذ هذا القرار واحدد مدة لكل جهة معنية تنفيذها تمام اللي محدده 3 شهور والمحدده 6 شهور تبقى من القرار تمام القرار ده حصر مجموعة من الاراضي وده تفكر عالي جدا من القادة السياسية وتضارق اللي كارسة كانت هتحصل ايه كارسة اللي كانت هتحصل كارسة اللي هتحصل ان النهار ده كان فيه عن نظام القديم ناس عندها اراضي زراعية كتير على الظاهر الصحراء وفي طريق مصر اسماء الله وطريق مصر اسكندرية وطريق السويس بيمتلكون الارض دي بغرض الاستثمار وفجأة قرروا نحاولها العقارات لانها غير صالحة للسكن تمام غير صالحة الزراعة غير صالحة الزراعة اه فطبعا كان النتيجة دي ان هنبص نلاقي مع العاصمة الادراك الجديدة زي ما عندنا المهندسين وقصادها منطقة عشوائية ومدينة ناصر وعزبة الأجانة فديك هتبقى كارسة طبعا يعني بصراحة بشيت بالرئيس السيسي وبتفكيره انه هو لا اقل لك لا وقف الكلام ده انت اسم وطور ودفع الناس فرق تحسين انت النهار ده واخد الارض دي زراعي واخدها رخيص طيب انا هحولها لك سكني وهسيبك تبني بس بشرطين الشرط الاول ان انت تدفع فرق انت شارع الارض تستصلحها بثمان رخيص ادفع الفرق للدولة وده يعزم موارد الدولة تمام تمام وعزم مواردك وعزم وعيدي على رشوائيات واصدر القرارات القرارات دي ما تنفذتش لين حدش عارف لحد دلوقت القرارات ده جاهز في البداية ما كانش فيه لحاة تنفذية اللايحة التنفيذية بعد كده تلعت لايحة التنفيذية مجلس الوزر اه تلعت لايحة التنفيذية تمام سنة 2019 عشرة 2019 اوبر بالزبط كده 2019 بالزبط نزل سيد برئيس مجلس الوزر اللايحة التنفيذية للإستخدام للأجهزة والمحافظات الأجهزة ما نفذتش الكلام ده لحد دلوقت الأجهزة ممكن تنفذ الكلام ده بكرة الصبح وتلم باختصار كده الرقم الإجمالي او ممكن اقولولك تفصيلي الدولة تلم بكرة تقنن يبقى لها خمسمائة وتسعين مليار نصف تريليون جنيه على مستوى محافظة القاهرة بس منهم اتنين وخمسين مليار يخشوا للدولة في ثلاث شهور ده 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 الخمسمائة وحاجة مليار دولة على مستوى أربع أجهزة مية تلاتة وسبعين مليار ناسف قاعد تاني على مستوى الستة أجهزة اللي في محافظة القاهرة بس الدولة ممكن تلم يبقى يستحقلها خمسمائة وتسعين مليار دول خمس أجهزة يحصل منهم في ثلاث شهور مية تلاتة وسبعين مليار جنيه وده جاهز للتنفيذ مش مستنين قرار ده السيدة الرئيس أصدر القرار ومجلس الوزاة أصدر القرار والمجتمعات العمرانية نزلت اللايحة وقالت للأجهزة لمك الأجهزة ما بتلمش ليه يعني عندك مثلا المسال على جهاز الشروع أصدر قرار ضريف جدا في عشرين تلاتة وفي أجهزة اشتغلت يعني عندك مثلا جهاز زي جهاز الشيخ زايد أنا بتكلم على جهازك جزء اللي مشتغل وجزء اللي مشتغلش في الشيخ زايد اشتغل هم عندهم نظامين للتقنين يا أم أنا حريك بتقدم طلب إنك تقنم من خلال أراضي يا أم تقنم من خلال القيمة اللي هم بيكتبون بالنسبة لجهاز الشروع قيمة حدد قيمة وعند حدد المناطق فيه مناطق زي الرابيك فيه الشروع وفيه العبور صدر قرار جميل جدا من سيد رئيس الجهاز في عشرين تلاتة الفين وعشر قالك إيه إرضاء تلقي طلبات توفيق الأوضاع لحائز الأراضي مبادينة الشروع منعا للتزاحم يعني أنا هو مش هايد جهاز الشروع ده مفروض يلم كامي يا أستاذ إبراهيم هو عنده تلاتة وخمسين الف فدان يعني امتين اتنين وعشرين مليون هل ده يعني حصيلة منتكلم فحصيلة بمتين اتنين وعشرين مليار يلم خمسة وخمسين ونص مليار في ثلاث شهور لو بدأ بكرة إيه سبب الوقوف إن مش عايز تزاحم عشان الكورونا طيب إحنا النهاردة اللي نفترض بس أكيد ده ماشي على العجازة كلها مش هو الوقت طيب أنا أسألتك سؤال أنا النهاردة اللي نفترض إن أنا ما عنديش كورونا ينفع لم خمسة وخمسين ونص مليار جنيه في ثلاث شهور بتوابير الناس وقفة بفلوسها في الشارع أنا النهاردة كرئيس جهاز ولو إلى معاملات بنكية أكيد ما ينفعش بحد يوقف في الشارع بشانطة فيها عشرة بليون جنيه طب إنت النهاردة تعمل إيه معلش يفضي قوضة عندك في الجهاز الكبير اللي ستك قاعد فيه وقوضة حط فيها أربع جهازة كمبيوتر مش هيكلفوك عشرين ألف جميع وأربع موظفين وفتح موقع النت والناس تبعت التقنين زي أي دولة متقدمة وزي ما مصر مفروض تحصل فيها دلوقتي بس يا ملفات التقنين جوها الأجهزة يا أستاذ إبراهيم اللي مش كله قدم هم ما بيستقبلوش من أي حد فيستقبلوا على الإيميل هو المفترض أن فيه أجهزة أخذت الملفات بس ما فعلش بقى أنت بتكلم عن التفعيل أنت النهاردة حتى اللي عايز يقنن تاني ما احنا بنتكلم في ثلاثة وخمسين ألف فداد بنتكلم في متين اتنين وعشرين مليار جنيه ده دول في منطقة في جهاز واحد الست أجهزة من الخمس أجهز بديك مثال لأنه هو مكتوب بس إيه في أول الورقة تمام أنا النهاردة والصاحب الأرض اللي عايز يقنن بعت له الموافقة على الإيميل وبعت له رقم الحساب بتاعي في البنك وحوله وبعت له التحويل أو التقنين أو وصل التقنين على الإيميل بتاعه يتعمل بالإشعار يعني أنا النهاردة يبقى في ظل الدولة ما هي في أزمة الكورونا والدولة محتاجة فلوسه محتاجة كلنا شايفين الأزمة اللي إحنا فيها تمام؟ الدولة محتاجة فلوس في خمسة وخمسين مليار ونص دقلهم في ثلاث شهور كجهاز واحد طيب إيه إيه ده بقى على ست أجهزة الست أجهزة يا أستاذ إبراهيم خمسة مية وتسعين مليار جنيه يتلم منهم مية تلاتة وسبعين مليار في ثلاث شهور عارف ممكن أنا أحمل إيه أنا بخزنة الدولة بمية تلاتة وسبعين في شهور مية تلاتة وسبعين مليار أكيد هتحرر حاجات كتير هحرك حاجات كتير جدا وبعدين أكيد الحاجات دي لما يوعد تقنينها بالشكل ده هتحاول لمشروعات جديدة هيتعمل لها هيتعمل لها رخص مباني من نهاية المجتمعات وعتطلع بشكل تخطيط جديد يعني هكيد لازبقى شكل الريس اللي لو حصلت إن لو سيادة الريس إدى تكلفاته دلوقتي بالتليفون وأنا بناشد سيادة الريس على هوا يتصل برؤساء ستة أجهزة دول أو يتصل بالسيد وزيري الإسكاني يدى تعلاماته للستة أجهزة دول يشتغلوا من بكرة يلمهم فلوس إحنا بنتكلم في مية تلاتة وسبعين مليار الملف ده المفروض إن هو في مجلس الوزر يعني سيادة تفعيل بقى إحنا عايزين مجلس الوزر يديهم قرار بالتفعيل التفعيل مش من مجلس الوزر خلاصت المجلس الوزر ردك القرار التفعيل من رئيس الجهاز من رؤساء الأجهز انت جاهز وعندك الرقم وعندك تبقى لهم توقفوا عشان فكرة الكورونا يعني ما قالك ما فيش تجمعات وكده فهما عملوا التوقف إحنا في سنة 2020 يا إبراهيم ما ينفعش الكلام ده لا اعمل فضل وضع وحط فيها جهازة كمبيوتر ولم الفلوس دي ممكن إيه الأثر اللي احنا لو عمل لو الفلوس دي دخلت في تلات شهور وما فيش أي حاجة توقفها احنا لمستنين قراره ولا مستنين لاحة تنفيذية في قرار صادر من السيد الرئيس السيسا تمام من تلات سنين كان مفروض يتنفذ من سنة ونص وعندك اللاحة التنفيذية نزلها لك مجلس الوزر وهيئة المجتمعات العمرانية قالت لك لم تمام انت واقف ليه لا لم إيه بقى إيه الاستفادات اللي ممكن نستفيدها لو حصل ده ما احنا ممكن ناخد المبلغ ده ونكمل العاصمة لإدارات جديدة بدل ما نأجل افتتاحها نفتاحها في معادها احنا عملنا مواهزة لا وكانت تغيير معادل افتتاح مش عشان الزروف الأزمة عشان الزروف الأزمة الكورونا بردو خلي بالك بردو في نقطة مع الكورونا ان هم مخفضين العمل يعني هو الأول قعدوا فترة متوقفين خالصا عن العمل وبعدين رجع قالك لا مش هينفع الناس مش هتشتغل وفي ناس عمال يومية بيشتغلوا في المأولاد كتير جدا فمش هينفع دول ما يشتغلوش فقالك خلاص شغالهم ورادي وبعدين نخفض عدد اللي بيشتغلوا بعد كده قالك لا نشغل المواقع الكبيرة جوه المواقع يعني العمال بتوع المشروع يبقوا جوه المشروع نفسه دي نواحة إدارية تتكفل بها كل الشركة أنا بتكلم على الموضوع من فوق أنا بتكلم بتتفاصيل لا محن بتكلم على مشغيع الدولة أيوة أنا فاهم دي مسؤولية المهندسين المواقع اللي مسكين المواقع كل واحد عنده تعليمات أمن صناعة ينفذها لأ أنا بتكلم لدليل من الرئيس بنفسه نزل عشان يشوف موضوع الأمن الصحي بتاعهم ولا أعمال بيشتغلوا من غير كمامات ومن غير مسكوات ومن غير جوانتيات طبعا عندما ينفع طبعا عندما ينفع بس ده دليل يعني أزل دليل يعني الموضوع متغير يعني الموضوع يعني الموضوع برضو جديد على المصريين إنه هم يبقوا بيشتغلوا في ظل ظلوص صحية زيدي نتيجة المبادرة دي لو حصلت إلا يحصل رقم واحد هكش خزينة الدولة مما لا شك فيه ربعة تريليون جنيه في ثلاث شهور مما لا شك فيه وما لا يدع احتمالا للشك إيه تاني رقم فيه رقم اتنين النهاردة على البعد الاقتصادي لو سحبت السيولة دي ودخلتها حساب الدولة ده هيقلل السيولة في البلد فهيقلل التضخم لأن في ظل أزمة الكورونا وأستاذ إبراهيم في ناس دلوقتي بتستغل الأزمة في رفع الأسعار وكلنا عارفين ده لو حصل النهاردة أن السيولة سحبت من البلد شوية بالقرار ده ده هيوقف معدل التضخم دي تاني مئة ده نستفادها طب تلت استفادها إيه ممكن نستفادها النهاردة أن أنا بدل موفاجة يبقى عندي منطقة شوية ده أنا هيتل عندي منطقة منظمة قصاد العاصمة الإدراك الجديدة جميلة لبالعاصمة طب وإنت في تخيولك رابح حاجة بعد إذنك بس أقولها تمام رابح حاجة الأهم حاجة أن أنا النهاردة بعد انتهاء مشروع العاصمة الإدراك الجديدة عندي حجم عمالة كبير كدا هيبقى عندي أراضي مرخصة يستوعب الحمالة دي تشتغل فيها وإلا العمالة دي بعد العاصمة الإدراكة هتروب فيها لأ أكيد هي ما تشتغل بالتوازي حتشغل نهات زيادة لا مش بالتوازي وإحنا النهاردة بنتكلم أن ملف التقنين ده هياخد وقت على ما نعمل حاجة اسمها إجراءات وطنية شهادة الصلاحية وترخيص وتأسيم والكلام من ده ده على ما يحصل قدامه سنة عشان المناطق دي تشتغل على ما تشتغل على ما تشتغل معنا النهاردة لو قننت بكرة مش هبني بكرة أنا لسه هعمل رسومات وهعمل شهادة صلاحية وقرر وزاري وقرر وزاري وقرر وقسم ومقافة هاي تكون ده هياخد له سنة هكون العاصمة خلصت تمام يحصل إيه بقى تحتوي المدن الجديدة دي تحتوي إلا أن العاصمة خلصت وما فيش حاجة تحتوي العمالة ده هتروح فيه تمام. تاني حاجة اخر حاجة بقى انا ياسف معلش ان المناطق دي فيها فتدين وفيها مساحات ممكن يجي لها كتير جدا مستثمرين كرجال الاعمال كل رجل اعمال يملك مساحة عشرين فدان ميت فدان خمسون فدان قننها هيبعت يجيب مستثمر بيخش معامل برا هنلاقي اماراتيين هنلاقي هنود هنلاقي شكل البلد اتغيرت وبقى انا حاجة ده شبه الامارات ايه اللي موقف تنفيذ القرار ده انا عايز حد يرد علي ده قرار نازل من الرئيس بقى له ثلاث سنين ومحدد قال لك سنة ونص مهلة في تنفيذ القرار ومحدد كل جهة تعمل ايه? تمام. عايز رئيس جهاز او ايه حد يرد علي. تمام. ليه انا الحد النهاردة وما انت نفس الوزر انا نزل. ليه انا ما بلمش فلوس بكرة. ليه بكرة ما بقولش اللي عايز يقنن هات الفلوس دي وحطها في حزينة الدول. عايز حد يرد علي. انا بقى نشد السائل الرئيس يتكلم رؤوسها لا اجازة. او يتكلم السيد وزيري الاسكان. بس دي المبادرة يعني. افتصار شديد. اه فهم اصدق. انت شايف ان ده مصدر لدخل للدولة في ظل الظروف الحالية. طبعا. طبعا. احنا بنتكلم. احنا مش وقت. بس هل هو برضو يعني برضو حريك فيه فيه بعد اخر. ان حريك النهاردة بتقول القرار طلع وبعدها طلع اللايحة التنفيذية في عشرة. الفين وتسعتاشر. يعني انت بتكلم ان اللياحة التنفيذية طلع بقالها النهاردة. ست شهور. ست شهور. هل هل الملفات جوه واقف على السداد? ولا هما لسه ما خدوش الملفات. ما دي برضو نقطة مهمة. لا لا. هما خدوا الملفات من الفين وستاشر. ودرسوها? لحد دلوقتي اللي فيه دراسة ولا فيه رد ولا فيه حد بيقول لك هاتفلوس. بدون اي مبرر. مم. ليه انا النهاردة فيه ناس. ده على مستوى الاجهزة كلها. على مستوى الاجهزة فيه ناس جهزة تت بشونة الفلوس تروح بكرة للجهزة الصبح لو رئيس الاجهزة هل لو قد الفلوس. طب رئيس الجهز مش عايز يجياخد الفلوس ليه? هل فيه اعمال ادارية فيما فيما يسبق ان هو ياخد الفلوس? اعمال ادارية الكلام ده لو قرار ده صدر الاسبوع اللي فيه. يعني هل التسعير مسلا اللي طالع? طالع للمنطقة كلها بنفس السعر? لا كل منطقة تم تسعيرها وتم تحديد سعر المترو. اه يعني متقسمة. استاذ ابراهيم احنا بنتكلم ان الرئيس الجهاز كان مقسم مواعيد للناس عشان تيجي تدفع وقفها. ده على مستوى الاجهزة كلها? على مستوى كل الاجهزة. على مستوى كل الاجهزة. طيب احنا النهاردة ازمة الكورونا ازا كان انا بقول صحاب الشركات العقارية القطاع الخاص افتح شركتك واشتغل. تمام. انت كدولة تقفل. لا الدولة مش قفلة. لا يعني تقفل مصدر دخلي لك. لا طبع مفترض لك. افتح. افتح بكرة الصبح. مفترض لك. اربع جهازة كمبيوتر حطهم. واعمل سايت على النت واشتغل. زي اي دولة متقدمة. زي ما عمله في التعليم. وما التعليم عمله كده. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا برا المبادرة عايز اتكلم فيها. النهاردة في نهضة عمرانية وقولنا هنبقى زي الامارات. لا احسن طبعا. بقبل الله يا رب نشوف مصر احسن بلد. المرحلة الاولى المرحلة الاولى جوه العاصمة الادارية. تماما. اتنين واربعين الف. طيب. طيب. الرئيس طور. الرئيس طور. العاصمة الادارية وطور العالمين. وطور منظومة وشكل العقراص. وشكل العقراصة نختلف. طيب. ينفع ده يحصل التطور ده. واحنا مواجه. مع طبط ادارية في حد بيتفع الشباك. لأ احنا مش في وقت في قادي مرتعشة. مش عايزين لوتين. ينفعنا النهاردة. اجيب مستثمر مسلا اماراتي او عربي او هندي. اقول له تعال اقف في الطبور عشان نتشري ارض. اكيد لأ. لازم يبقى عندي منظومة ده ينفع يشتريم الدولة من وهو قاعد هناك. منظومة مالية بالزبط. النهاردة رجال الاعمال ممكن تسافر. تعمل صفقات وترجال الاعمال في اي دولة يحولوا لفلوسهم وهم واقفوا. وهم قاعدين في ابدلوقهم من غير ما يتحركوا. تماما. انما اقول له لا تعال اقف في الطبور. لا لا طبع اكيد ما فيش تطبيق. يبقى طب وهم المفترض ان كانت لاجهزة تاخد الفلوس نقدي. يعني كان هيروح الجهاز يدفع فلوس. اسأل رئيس الجهاز انا ما عرفش. بنسأل رئيسة الاجهزة اكيد. ما هو بيقول لك وانا موقف عشان الطبور. هو الطبور ده مفروض الناس هتبقى. لا مفروض لا طبع. مفروض ان يحصل حساب لحساب. طب هلا يا سارة النهاردة. حتى المعاملات الحكومية النهاردة. فتح موقع للتقنين او اشتغل الالكتروني او كلام من ده. انا بقول لك لازم الموضوع يحول الى شكل مختلف زي ما عملوا في التعليم. يعني هما عملوا ايه في التعليم لما عادوا الوقت في البيت. طيب الناشط مين بالمرة? اني ناشط السيد وزير التنمية الادارية يطور لنا منظومتين مهمين جدا في البلد عشان ما يوقعوش كل الانجازات اللي بتحصل دي. منظومة الشهر العخاري سيئة جدا للغاية. ومنظومة المحليات بشكل عام. دي محتاجها تطور. واني بقى فيش اشتعامل الالكتروني زينا زي اي دولة. مش لازم اروح اتعامل مع المهندس الجهاز ورئيس الجهاز والكلام من ده. او مش لازم فيه موابلات مباشرة ممكن نبعت الحاجات على الايميل. او فيه منصة. مش معقول رئيس الجهاز هيقابل تلاتة وكمسين. اصحاب تلاتة وكمسين الف فدان. لا طبع. اللي هم هيبقوا اكتر من مئة الف. استحالة طبع. ده احنا كده انا هو خمستاشر سنة. لا استحالة طبع. نازم فيه منصة الكترونية تضم ده. منصة الكترونية وعندي جيش موظفين بيلم الارقام دي. وانا النهاردة في القرئيس الجهاز في ايدي الصلاحيات دي. ليه معملها? احنا سمعنا برضو الوجهة نظر الحركة طبعا هي مبادرة عظيمة جدا. الله يخليك يا شكرا. وهي في الاخر في حب مصر يعني احنا عايزين البلد تستفيد. وشايفين ده مور الدخل كبير جدا للدولة. اه واقف مش بيتحرك. تمام. اه حنراجع برضو مع بعض ومع رؤساء الاجهزة في خلال الحلقات القادمة. تمام. نشوف ايه موقف الاجهزة في تفعيل في تفعيل القرارات دي. تمام. والحاجات اللي واقفة. ليه واقفة? هنكلم برضو رؤساء الاجهزة ونعمل معهم مدخلات. تمام. ونشوف احنا ايه اللي واقف عندنا? وليه واقف? وايه اللي ممكن نمشيه بمقترحات تتطور مع ظروف الكورونا? زي ما طورنا التعليم وطورنا المنظومة تعليمية بخلال شهر تقريبا بقت كلها الكترونية بقى في منصة بتضم كل التعليم في مصر. نقدر ان احنا نعمل منصة تضم كل السمرة عقاري في مصر. كل آآ شكل ترخيص البناء. كل شكل تقنيل الاراضي. بشكل الكتروني. بشكل منصة كبيرة بتضم مصر. ومن جواها الاجهزة المختلفة. جوا المحافظات المختلفة. والله يا سيد ابراهيم انا بستغل الفرصة دي وبسلمك المبادرة بالارقام على الهوة. تمام. وحضرتك تقدر توصلها بقى لرئيس الجهاز. هنعمل مدخلات من خلال فريق. حضرتك الصرف دي مبادرة. بكرة الصبح. هتلم مليارات هتدقها للبلد. احنا. انا رجل قبير. انما حضرتك رجل اعلامي تقدر توصل للسيد رئيس الوزراء برضو تكلمه او مكتبه. توصل لوزير الاسكان وتوصلها للسيد رئيس. تمام. احنا هنتعامل مع كمان اجهزة الدولة حضرتك. تمام. ونوصل المبادرة دي ونتكلم مع رؤساء الاجهزة المعنيين ونشوف ليه الموضوع ما يتفعلش ونخترح على الدولة المخترح اللي حارك قلتوا ان يبقى فيه منصة كبيرة تشمل كل اشكال التعاملات من خلال تعامل الالكتروني ما يبقاش تعامل يدوي يعني. بالزبط كده خلاص موضوع التعامل يدوي في المحليات وفي الشهر العقاري. لا طبعا بقى حاجة مستحيلة. هيوقف عجلة التنمية العقارية مصر. بالزبط. بالزبط. انا النهاردة مش هروح اشتري شقة اه تلات ايام في الشهر العقاري عشان اسجلها. اه طبعا ممكن اسجلها بكمبيوتر. طب النهاردة لو جالي واحد عربي واحد ترك واحد سوري واحد مصري وايا كان واحد اجنبي هندي بيشتري او لا بيشتري حاجة. مش هينفع يقفوا طبعا الشهر العقاري. بالزبط كده. طيب احنا طبعا اه. انا على الساعة تقريبا. تقريبا حضرتك اذا البرنامج الاقتصال الوحيد فانا بشكرك على البرنامج بتاعك. وبتمنى لك المزيد والتوفيق ان شاء الله. انا في شكرا لك يا حسابيك. اه اعزائي المشاهدين دي كانت فقرتنا التانية. اه الى ان نلقاكم السبت القادم. اه هنقول لكم كل سنوان طيبين عشان اه السبت الجاي حيبقى رمضان. كل سنوان حارك طيب احسابيك. وانت طيب احسابيك. اه وكل سنوان الطيبين اعزائي المشاهدين ببنسبة رمضان. اه هتبقى موعدنا في رمضان ان شاء الله. اه يوم السبت زي ما احنا. بس هتبقى من الساعة عشرة للساعة احداشر. اه الى ان نلقاكم السبت القادم العشرة مساء. نترككم في رعاية الله.